موسيقى ما تلاحظ ان البشرية بدت تصغى رجيل ورجيل احجامهم واشكالهم تصغى اللي بأول ثنوي الحين كأنه في سادس ابتداء زمان هذا كله لا دخل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا دخل بحلقة اليوم بس مو هذا الشيء الوحيد اللي رح نناقشه في هذا اليوم ففي موضوع ثاني جدا غريب في قصة اليوم اللي هو إن في عهد آدم عليه السلام كانت القرابين لها علامة في قبولها من الله سبحانه وتعالى وكانت هذه العلامة نار من السماء تخرج تأخذ هذا القربح يعني أنت الحين قربت لله سبحانه وتعالى قربان بأنك ذبحت ذبيح فعشان تعرف بأن الله سبحانه وتعالى قبل منك هذا القربان نار تخرج من السماء تأخذ هذه الذبيحة من أمام عيونه فكانت هذه علامة قبول الله سبحانه وتعالى لهذا القربان أو لهذه الذبيحة وفي قصة اليوم رح نناقش برضو كيف كانت خلقة حواه عليه السلام وكيف تكاثرت البشرية في بداية الزمان وإش القصة الغامضة في قتل قابيل لأخيه هابيل وإش الرابطة بين قصة قابيل وهابيل وشات إبراهيم عليه السلام وكيف توفى آدم عليه السلام ووين دفن بالضبط ومن تولى النبوة من بعده من أولاد آدم عليه السلام وإش دخل هذا المواضيع كاملة في أن البشر في كل زمان تقسر أحجامهم وتصرر كل هذا رح نناقش بإذن الله بالتفصيل في قصة اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبيه وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواركم يا رب العالم كيف حالكم إن شاء الله نكون بخير وموركم إن شاء الله طيبة وجاهزين لقصة اليوم طبعا قصة اليوم من سلسلة البداية والنهاية حنا بدينا نوعا ما نعرف إش نمط القناة سحنا تلخبطنا الفترة اللي راحت في كل أسبوع نزل في سلسلة من السلاسل واللي هي ثلاثة سلاسل سلسلة البداية والنهاية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر سلسلة اللي هي القصص المختلفة اللي نطرحها فصار في كل أسبوع نزل في سلسلة من السلاسل فهذه الحلقة راح تكون من سلسلة البداية والنهاية فإذا أنت مو متابع الحلقة اللي قبل كده روح تابعها أفضل لك عشان تفهم إش اللي راح نحكيه اليوم وإذا تبغى تتابع باقي السلاسل رتبتها لكم في قوائم تشغيل راح أحط روابطها تحت في صندوق الوصف خذ ماك شي تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا برضو راح أحط روابطها تحت في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف ومن دوما نطول بسم الله نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأشياء كثيرة في ديننا ودنيا فما علمنا فقط في الدين علمنا حتى في الدنيا أشياء عجيبة وغريبة جدا واللي نلاحظها ونشوفها في يومنا هذا واللي هو إن بكل جيل أحجامنا جلسة تنقص أو جلسة تقل أشكالنا وأحجامنا تقل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعة فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك قال فذهب فقال السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله وهنا ركزوا معايا في النقطة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعة فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن يعني أحجام البشر من خلقة آدم حتى الآن في كل جيل جلسين ينقصون أحجامهم جالسة تنقص ففي عهد آدم عليه السلام الأحجام والأشكال وحتى الشرائع مختلفة تماما طبعا كانوا على دين الإسلام لكن شريعتهم مختلفة وشريعتهم تناسب أشكالهم وخلقتهم العجيبة والكبيرة فالبشر قبل كده كانت أحجامهم أكبر وهم أكثر حفظا منها فكانت قدراتهم الجسمانية أكبر فمن عهد آدم إلى يومنا هذا أحجامنا تنقص وذاكرتنا تضعف عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يوم القيامة أشكالنا تكون أو ترجع إلى شكل آدم عليه السلام وهي أكمل صورة أكمل في العقل وأكمل في الجسد علمهم أن أول ما هبط آدم من الجنة إلى الأرض وألهمها الله سبحانه وتعالى أنه يتوب من فعلته زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده كان إبليس قد مسخها الله سبحانه وتعالى لصورة بشعة جدا وأهبطها الله سبحانه وتعالى للأرض وكان إبليس حاقت حقد شديد جدا على آدم وحواء يعني هو لعنها الله سبحانه وتعالى وحرمه من الجنة تماما وجعله من المخلدين في النار بل مسخها الله سبحانه وتعالى لصورة هذه البشعة فكان مترصد لحواء وآدم ترصد شديد وكان يعلم بأن آدم وحواء خلاص أخذوا حذرهم منه يعني مع الموقف اللي حصل لآدم وحواء في الجنة وإنهم أهبطوا إلى الأرض بل تابوا إلى الله سبحانه وتعالى من فعلته عرفوا خطة إبليس وعرفوا إن إبليس يبغى يغويهم ويعني زي ما تقول إلا سعوا وعرفوا لعبة إبليس بالضبط في إبليس ما كان غبي وكان ذكي جدا وكانت عينها على ذرية آدم بس الحين حواء كيف كانت خلقتها وكيف كانت تنجب كانت خلقة حواء عليها السلام مختلفة عن خلقة باقي النساء اللي نشوفهم بزمنها كانت خلقتها عجيبة جدا يقول أهل العلم بأن حواء كان لها رحم مفصول إلى قسمين قسم تحمل فيه أنثى والقسم الثاني تحمل فيه ذكر ففي كل مرة تحمل حواء عليها السلام تنجب توأم اثنين منه ذكر وأنثى يعني ولد وبنت ويعتبرون أخوانها بس كيف كانوا يتكاثرون يعني هل يجوز يا أنس أن الأخو يتزوج أختها يقول أهل العلم بأن في شريعة آدم عليه السلام كان حرام على الأخو أنه يتزوج من أخته اللي من نفس البطن يعني حواء الحين تلت أنثى وولد في كل مرة صح الولد والأنثى هذولا هم أخوان وحرام عليهم منهم يتزوجون من بعض فكل ذكر يتزوج من أنثى من بطن ثانية فيعني نقول مثلا أن حواء عليها السلام أنجبت أنثى وذكر والأنثى والذكر هذولا هن توأم من بطن واحد هذولا الأنثى والذكر اللي هم توأم حرام عليهم أنهم يتزوجون من بعض ولازم عليهم أنهم ينتظرون أخوانهم من بطن ثاني عشان يتزوجون من بعض يعني التوأم هذولا يتزوجون من التوأم الثاني أدري أن الأمر معقد شويتين بس أتمنى أنك في حال وجلسوا على هذا الحال حتى تكاثرت البشرية وصار فيه أنسا ومن اللي أنجبتهم حواء عليها السلام أخوان اسمهم قابيل وهابيل وهم من بطن مختلفة أغلبنا يعرف قصتهم بس ما يعرفها بالتفصيل فقابيل كان من بطن وهابيل كان من بطن ثانية فكان قابيل أكبر من هابيل لكنها هابيل أقوى جسديا وأذكى عقلا ألمهم أن قابيل وهابيل انعجبوا ببنت واحدة تعتبر أختهم من بطن ثانية يعني عادي أنهم يتزوجونها أو يبغون يتزوجونها كلهم لاثنين كل واحد يبغي يتزوجها فطبيعة البشر عشان تتزوج لازم أن يكون عندك شغلة أو طبيعة شغل يعني فكان قابيل مزارع وهابيل راعي للأغنام يعني كل واحد عند خير صاروا جاهزين للزواج وكل واحد جاي يبغي يتزوج هذا البنت صار في نوع من المشادة على من يتزوج هذه البنت كل واحد يقول لا أنا أفضل منك وأنا أقوى منك وأنا أحسن منك وهي لي والثاني يقول نفس الشي في يوم اشتد النقاش بينهم قالوا خلاص الحين نروح نتحاكم عند أبونا آدم هو اللي بيحكم بيننا وبيقول من اللي بيتزوج هذه البنت في يوم راحوا عند آدم عليه السلام وقالوا لها السالفة كاملة قال آدم عليه السلام عندي لكم فكرة كل واحد منكم يقدم قربان لله سبحانه وتعالى اللي يتقبل الله سبحانه وتعالى قربانه هو اللي يتزوج هذه البنت طالعوا قابيل وهابيل في بعض وقالوا فكرة سليمة كل واحد مننا يقدم قربان من حلاله قابيل يجيب من أعشابه وهابيل بعد بيحه لله سبحانه وتعالى فاتفقوا على أن كل واحد يروح يجيب قربانه ويتواجهون أو يتقابلون في جبل من الجبال له وكل واحد يقدم قربانه على صخره بس اللي ما كانوا يعرفونه أن إبليس كان لهم بالمرصان وعرف إبليس من فده فين في يوم تقابلوا إلا بهابيل قتجاب معه كبش أملح من أفضل أموالها أما قابيل فكانت قضيتها مختلفة تماما في يوم جاء قابيل يجيب قربان لله سبحانه وتعالى وسوس لها الشيطان إنه لو قدم من أموالها أفضلها رح يخسرها فطلع أقل الحصاد جوده خوفا منه إنه يخسرها وفوق ذا كلها طلعها من غير طيبة نفسه وقيل بأنه طلع الكودن والزوان والله ما أدري إشي نباتات هذه الحقيقة وطلعها من غير طيبة نفسه المهم أنهم تقابلوا وكل واحد قدم قربانه لله سبحانه وتعالى هابيل ذبح ذبيحته وقابيل قدم الزروع هذه والحصاد هذا على هذه الصخرة وبعدها جلسوا في هدوء ينتظروا كل واحد ينتظر ويناظر ينتظرون متى يتقبل الله سبحانه وتعالى قربان واحد منهم فجأة إلا بنار من السماء تخرج متوجهة إلى الأرض إلا بالنار هذه تضرب كبش هابيل أمام عيون قابيل وهابيل ويختفي هذا الكبش تماما وكأن هذا النار أخذت هذا الكبش إلى السماء وبكذا عرفوا قابيل وهابيل بأن الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل قربانه فناظر قابيل لهابيل بنظرة حكده لأن بكذا خلاص بيتزوج هذه البنت يوم شاف هابيل نظرة قابيل له قال إنما يتقبل الله من المتقين اللي يقدمون أحسن ما لديهم ويقدمونها بطيبة نفس قال قابيل دام الشغلة كذا لأقتلنك وأستريح منك ولا تتزوجها وقف قابيل وراح طبعا هابيل استعان بالله وما كان يخشى إلا الله سبحانه وتعالى وكان فرحا بقبول الله سبحانه وتعالى كبشا وبعدها بأيام كان هابيل يرعب بأغنامه وقال تأخر وهو خارج البيت خلاص يعني الليل بيظلم وهنا بدأ آدم عليه السلام يقلق على ولده هابيل فقام آدم عليه السلام وقال لقابيل وين أخوك رد عليه يرعب أغنامه فقال آدم عليه السلام روح نادها لعلها ضيع الطريق أو النساء يوم قال آدم عليه السلام لقابيل هذه الكلمة عرف قابيل بأنها فرصتها لقتله لأنه بكذا ما حد بيشك حتى لو آدم عليه السلام عرف بيقول أي شي حصل له سقط مات ربي أخذها أي شي فأخذ قابيل معاه عصى وقيل حجر وهو باقي في قلبه سالفت بأن الله سبحانه وتعالى تقبل قربان هابيل ولا تقبل قربانه وإنه بكذا بيتزوج هذه البنت فأخذ معاه الحجر هذا أو العصى وانطلق لهابيل وهو في الطريق إلا بهابيل راجع بأغنامه للبيت فأول ما شاف قابيل قال يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك ولا تتزوجها فقال هابيل قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين وهنا بدأ قابيل يغلي دمه فعليا خاصة بعد هذه الكلمة فشل قابيل هذا الحجر وضربه في راس هابيل ضربه ضربه في راسه إلا بحابيل سارقت على الأرض لكنه ما مات فصاح هابيل فيه فقال ويلك يا قابيل أين أنت من الله كيف يجزيك الله بعمله فشل الحجر مرة ثانية قابيل وضربه مرة ثانية على راس هابيل وكانت هديك آخر أنفاس هابيل فمات هابيل والعجيب إن هابيل ما دافع عن نفسه مع أنه كان أشد قوة فمن تقوى وخوف هابيل على أخوه إنه يقتله ما رفع حتى يده لكنها نصحها في آخر أنفاس الحال المهم إنه مات وجلس قابيل يناضر في جثة هابيل جسد أخوه طايع على الأرض وبدأ يعرف قد أيش المصيبة اللي فعلها فعليا أنا قتلت أخوي فبدأ يقلب جثة أخوه يبغى يخفيها يبغى يدس أخوه في مكان عشان آدم عليه السلام ما يشوف جثته وهو على هذا الحال إلا بجسد طير يسقط على الأرض يطيح قدام عيون قابيل فوقف قابيل وقف جلسي ناضر إلا بطير ثاني ينزل عن جسد الطير الميت ويحفر حفرة قدام عيون قابيل ويدفن جسد الطير الثاني بالترابة قدام عيون قابيل فالله سبحانه وتعالى بعث هذا الطير عشان يعلم قابيل كيف يدفن أخوه رحمة من الله سبحانه وتعالى فحس قابيل بأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى وفعليا بدأ يطبق نفس فعلة هذا الطير حفر حفرة ووضع جسد أخوه في هذه الحفرة ودفنه وكانت هذه أول جريمة في تاريخ البشرية حتى إن إثم كل جريمة تحصل في يومك هذا على قابيل إثم من هذه الجريمة وكانت بسبب مضاربة على فتاة فانتبهوا من هذا الموضوع بالذات وقيل بأنها غيرة من أن الله سبحانه وتعالى تقبل من هابيل ولا تقبل من قابيل فقال والله ما أمشي في الأرض وأخواني كلهم يعرفون بأنها تقبل منك ولا تقبل مني المهم أن علينا حنا أن ننتبه من أن نعطي نظرة الناس اهتمام أكبر من اهتمامنا في الحلال والحرام أو رضو الله سبحانه وتعالى عنه أو أنك تتهاوش بسبب أمر في الدنيا ترى الشيطان يحب الأشياء اللي مبنية على مشاعر يموت فيها أي شيء مبني على مشاعر في حياة دائما تلقى الشيطان ينفذ فيها فاجعل أمرك دائما مع الله ولله سبحانه وتعالى المهم تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمره بأنه يذبح ولده بس الله سبحانه وتعالى نزل كبش من السماء تتذكرون هابيل يوم قدم كبش لله سبحانه وتعالى همتوها ولا باكير يقول ابن عباس بإسناد جيد في قصة هذا الكبش اللي قدم هابيل لله سبحانه وتعالى وبالتحديد في تفسير آية إذ قرب قربانه يقول ابن عباس فقرب قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض أما صاحب الحرث بصبرة من طعام فقابل الله سبحانه وتعالى الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفا وهو الكبش الذي دبح إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني الكبش اللي قدم هابيل هو الكبش اللي دبح إبراهيم عليه السلام بدلا من دبح ولده إسماعيل فسبحان الله علمه من مرة الأيام إلين جاء ملك الموت إلى آدم عليه السلام خلاص بيأخذ روحه ووقته كان عمره تسعمية وستين سنة على إنه أعطى داود عليه السلام أربعين سنة قد ذكرنا هذه القصة قبل كده إذا تبقى تسمعها بالتفاصيل ارجع للمقطع اللي قبل لكنها آدم عليه السلام جهد وكان هذا أول جهود بني آدم علمه من الله سبحانه وتعالى زاد آدم عليه السلام أربعين سنة فأتم الألف ساعة ويوم الجمعة بالتحديد حس آدم أن أجل قرب فراح لولده شيث ووصه بوصاه فعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه جميع العبادات وعلمه بنبوءة عظيمة جدا ستحصل على وجه الأرض من بعدها واللي هو بأن الأرض ستغرق تماما بيومنا الأيام وأن الماء سيغطي جميع الأرض وأنه ما بيجلس يوم ولا يومين بيجلس فترة طويلة واللي هو طوفان سيدنا نوح عليه السلام وقال أهل العلم بأن شيث عليه السلام أنزل الله عليه سبحانه وتعالى خمسين صحيفة بيها تبيان لكل شيء علمهم أن آدم كان حاس بأن الموت قريب وأن ملك الموت في أي لحظة بياخذ روحا إلا فعليا تتفاجأ حواء عليها السلام بأن الملائكة داخل عليهم ومعها حنوط وكفن كلها من عند الله سبحانه وتعالى وكانوا يعزوا الله في ابنها بي فجاءت حواء ووقفت أمام آدم عليه السلام وتحميه كأنها تقول لا لا تأخذونها مني واقف قدام آدم عليه السلام بس آدم عليه السلام قام وسحبها وقال إليك عني فإني إنما أتيت قبلك فخلي بيني وبين ملائكتي ربي وفعليا أخذت الملائكة روح آدم عليه السلام أبو البشر وكفنته الملائكة ودفنته وصلت وهنا كسفت الشمس والقمر سبع أيام بلياليها وبكت الخلائق على آدم عليه السلام سبع أيام برضو بلياليها وما هي إلا سنة واحدة وتوفيت حواء عليها السلام ودفنتها الملائكة بس وين دفن آدم عليه السلام مع أننا نعرف أن حجم آدم عليه السلام مو بالحجم الطبيعي حقنا هذا حجم جدا ضخم في قبرة أكيدنا بيكون جدا ضخم ومعروف لكن للأسف مو معروف وله مثبت وين دفن آدم عليه السلام لكن في أقوال والأقوال في مكان دفن آدم عليه السلام من قسم الثلاثلات وأشهر الأقوال بأن آدم عليه السلام دفن في المكان اللي حط فيه بعد ما أهبطه الله سبحانه وتعالى من الجبل واللي هو جبل في الهند وله معروف إش اسم الجبل هذا لكنه يقال بأن جبل في الهند وهو المكان اللي هبط فيها آدم عليه السلام أما القول الثاني بأنه مدفون في مكة في جبل اسمه جبل أبي قبيس الله أعلم إن هو الحقيقة أنا ما أعرف إلى الحين لكن ممكن أحط لكم صورتها له يعني هو يا مدفون في الهند يا مدفون في مكة بس إن الأشهر بأنه في الهند والقول الثالث بأن نوع عليه السلام دفنهم في بيت المقدس وهذا بعد ما انكشفت أجسادهم من الطوفان اللي حصل على الأرض فشل أجسادهم ودفنها في بيت المقدس ويقال إن قبر آدم عليه السلام يمتد من مسجد إبراهيم عليه السلام إلى صخرة بيت المقدس رأسه عند مسجد إبراهيم عليه السلام ورجوله عند بيت المقدس والعلم عند الله سبحانه وتعالى وين دفن آدم وحواء وما حد يعرف بالضبط وين مكان الين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم من سلسلة البداية والنهاية إذا تبقى تتابع باقي حلقات هذه السلسلة بتلقى رابط قائمة التشغيل في صندوق الوسط سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة